اشتركوا في القناة وتستورد الوزارة شحنات لسد العجز الحاصل في إنتاج المصافي المحلية من النفط الأبيض لتربية احتياجات السوق المحلي فيما تؤكد مصادر متعددة تقصد تعطيل المصافي في العراق لاستيراد النفط الأبيض من الخارج قال عضو مجلس النوابة سابق فاضل الفتلاوي إن سبب تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر هو الخلافات بين بغدادة وإربيل وأضف الفتلاوي أن قانون الموازنة كان من المفترض أن يتم إرساله إلى البرلمان وإقراره قبل العطلة التشريعية أو انتهاء السنة الحالية إلا أن الخلافات بين الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق والحكومة في بغداد حول حصة كردستان العراق في الموازنة حالت دون ذلك حذر عضو برلمان كردستان العراق كاوى عبدالقادر بانتداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كردستان العراق بالتزامن مع قرب حلول العام الجديد وقال عبدالقادر أن الخفاض سعر الدنار وتأخر صرف رواتب الموظفين فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود جميعها أسباب جعلت الأسعار ترتفع بشكل كبير في كردستان العراق حذر عبدالقادر من أن أزمة كبيرة ستؤدي لارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وزيادة معدلات الفقر أكدت اللجنة الإعلامية لخليجي 25 واتحاد الكرة العراقي أنه لا يمكن السيطرة على السوق السوداء فيما يخص مبيعات تذاكر كأس الخليج خليجي 25 قال رئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 25 وعضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي أن تذاكر خليجي 25 نفدت بشكل كامل مضيفا أن شراء تذاكر مباريات كأس الخليج الكترونيا يتطلب بريدا الكترونيا ومعلومات البطاقة الموحدة حيث يتاح لكل شخص شراء 20 بطاقة يذكر أن تذاكر المباريات العراق وعمان نفذت بشكل كامل الكترونيا قال مركز الاستشارات البريطانية أن اقتصاد العالمي قد يواجه ركودا العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم وفي شهر تشرين الأول الماضي حذرت عدة جهات من انكماش أكثر أو من انكماش أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي ويواجه العالم ركودا في عام 2023 إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى انكماش عدد من الاقتصادات وفقا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال ولان هذه انتقال سريع مشاهدين الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار معادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله